السلام عليكم متتبعين قناة عالم ام يحيا مرحبا بكم في فيديو جديد كانت منكم ان شاء الله تكونوا بخير اكيد شفتوا العنوان ديال الفيديو وعرفتوا الموضوع اشنو غادي يكون بالنسبة للموضوع ديال الفيديو ديالنا غادي يكون ان شاء الله على مدونة الاسرة وعلى الرجوع البيت السوجية اليوم غا يكون اه فيديو لي هو اه اه حقيقي ماشي تمتيل ماشي تزوير ماشي تشي حاجة تجربة ديالي في الرجوع البيت السوجية غادي نشاركها معكم اليوم فيدي الناس لايحد محطوط في هاد الوضع بغايتكم تبارتاجيو هاد الفيديو سوى رجال سوى عيالات باش يعاودوا النظر في هاد الرجوع البيت السوجية ويعاودوا يصلحو لنا هاد الرجوع البيت السوجية لانو مافي حتى شي نتيجة سوى للراجل سوى المرأة ماهو الا مضيعة للوقت وهاد شي لا غادي تشوفوه معايا في هاد الفيديو بتجربتي وبالوقائع ان شاء الله اللي غادي يوقعوا لي في هاد الفيديو غادي تشوفوهم معايا كما قلت لكم بغيتكم تفاعلوا مع هاد الفيديو وعتبروا انكم غادي تلحقوا على هاد الفيديو واحد النهار وغادي تلحقوا على هاد المدوانة وغادي تبقوها تكون مصلوحة فكنت منه يوصل الصوت ديانا ويعودوا النظر في هاد المدوانة ويصلحوا لينا باش ما نتحطوش في هاد الوضع اللي تحطيت فيه أنا اليوم التجربة ديالي إن شاء الله غادي تشوفوها معايا كاملة من البداية النهاية تحطيت في الوضع ديال الرجوع البيت الزوجية وضروري كان خاصني أنني أنا رجع ونطبق القانون كيف ما كتشوفوا معايا أنا في الطريق دابا باش غادي نرجع البيت الزوجية اللي هو كان في العربية يعني ماشي في المدينة بالنسبة لي أنا درت دعوة الزوج ديالي على النفقة ديالي وديال الوليدات بالنسبة لي هو دالي الرجوع البيت الزوجية باش كتسقط هذه النفقة اللي كنستحقها هاد المدة اللي هو غيب علينا هنا كيف ما كتشوفو ره دالي الرجوع البيت الزوجية في العربية وانا بصيفتي يعني ما غاديش نضيع حقي ونضيع حق ولادي يعني فضلت أنني غادي نطبق القانون كيف ما هو هنا راني جيت عند العون القضائي اللي غادي يكون معايا وغادي يشهد أنني جيت للمحل السكنة اللي هو في العربية جينا عنده الدار ما بغاش يستقبلنا ما بغاش يجاوب في تليفون كعيط له العون باش أنه يحضر معنا ما بغاش يجاوبو وفعلا هاد شي كله كنت متوقعه قبل ما نجي هنا لأنني كنعرف الزوج اليالي دائما كيهرب من المشاكيل يعني ما كيحلش مشكل وخير داليل هو هاد الشي اللي غادي يوقع لنا في هذا الفيديو هنا كيف ما كتشوفو ودي تيضق في الباب على أمل أن الله غادي يحلي الباب وغادي يشوفو من بعد واحد الغياب اللي هو فوق من واحد السانة ما كانش رد كان أنه ما حلش الباب هو بالطبع وما لقيناه لقينا غير السيد اللي خدام عنده هو نفتح لنا الباب وهنا كيف ما سمعته خليت لكم الصوت دي السيد اللي خدام عنده حيث من اللي شافني أنا وشاف دري وعرفنا أننا يعني مراته وولده بقات في واحد الصورة دي التعجب كيفاش هاد الناس ليهم هاكا ووصلوا لهاد المرحلة الحمد لله هاكا الدنيا وهاكا الحياة والحمد لله كتستمر الحياة بالخيب وبالزين الحمد لله الصحة هي كل شيء يعني ما كيهمناش أننا خلينا هاد الشيء ومشينا وهنا كيف ما كتشوفوا معي الباب ديال الدار اللي هو مسدود جرية ذلك كنت يعني كلها مقادة ها أنا وكنت درت لكم فيها جولة وهي مقادة هنا كتشوفوا رها كل ها تعملات كل هات كرفسات هذا ماشي موضوعنا ولكن كتشوفوا أن دور المرأة ره ما كيتعودش فلو يتعود بمرة أخرى يعني ره ما كتكون شو مرأة بحال المرأة فطيما ماشي بحال الحافظة ماشي بحال خديجة يعني كل مرأة والأسلوب ديالها في الحياة والطريقة ديالها بالنسبة لي أنا رهنا يعني عشت هنا في هاد البلاسة يعني كنت مأقلمة معها عارفة كيفاش نسي الراسي ولكن كماني كتتقادة كيما كيقولوا إتقادة النصيب فما كتبقى تبالك حتى شي حاجة كيبالك أنك وكتقلب على راحة بالك هي الأساس ما كيبالش لك أن الحاجة اللي كنت يعيش فيها ولو قصار ولو معت تشنو ولكن الراحة هي كل شي هذا هو رجوعي للبيت الزوجية كيف ما شفته معايا هاني شاركته معاكم باش تعرفوا أن المرأة رها ضعيفة رها لا حول لها ولا قوة إلا إلى أنصرها الله تبرك وتعالى وكانت قادرة أنها تسمد في أي مشكلة تحطت فيها وأي ضرف تحطت فيه إلا خاصة تقدر أنها تعيش وتسلك راسها به الحمد لله دازت الأمور على خير يعني كان هذا الرجوع يعني كنت خايفة منه أنا يعني ما متقبلهش ولكن الحمد لله جات منه لأنه هو اللي رفض يعني بقى كل شي علي هو الحمد لله أنا درت اللي عليا حتى مشيت اللي عنده الطار ديت له الدري باش يشوفوا أصلا اللي ما شايفوش مدة طويلة باش يحيي معه صلة الرحيم و باش يحاول أنه يبدأ معه من جديد ولكن للأسف للأسف يعني هذه هي أخلاق الرجال من بعد ما كي يتناقشوا مع الزوجات ديالهم كيلوحوا أولادهم و كينسوهم و كيهملوهم ما عرفتش ما عرفتش علاش الرجال كتوصل بهم العقلية لهذه الدرجة كانت منه من الرجال هذا واحد طالب و نداء لأي رجل إلا وقعت بينك وبين الزوجة ديالك أي مشكلة خلي وليداتك في الطيقار خلي وليداتك يعيشوا عيشة ديال الأب ديالهم و الحضور دياله ما يوصلش أنه تنقاطع الصيلة ديال الأب مع وليداته على قبل أنه أنت عندك مشكلة مع الزوجة ديالك كانت منه من الرجال اللي يهديكم حاولوا أنكم إلا وقعت في خلافات خليوا الوليدات أبطر تفاهموا مع وليداتكم و قادوا أموركم مع وليداتكم باش ما أضطرش هاد الخلاف على الوليدات بالنسبة لي أنا هاد المشية اللي مشيت هنا يا العربية كانت صراحة لقاتني مع الناس ديال الدوار تمالي كيبغوني يعني وفرحوا بي واحد الفرحة اللي هي كبيرة وما غير العائلة دياله كان نقول لهم شكرا والله يكبر بيكم فرحوا بي هادوك الناس ودخلونا واستقبلونا استقبال له هو الصراحة ديال العائلة الحمد لله هاد الناس كلهم يعني غير عمامه عيالة عمامه صراحة اللي لقيت فيهم الخير اللي ما غديش تلقاه في شي حد الحمد لله الله يجعلنا دائما نخلو بلاسنا نقية وخاء مع التش يكون نخلو البلاس اللي كنا فيها زوينا ونخلو ناس يتفكرونا بشي حاجة اللي هي زوينا مهم انا شاركت معاكم التجربة ديالي ديال الرجوع البيت الزوجية باش تأكدوا ان هاد الرجوع راه ما كيصلحش بين الزوجين يعني ماشي حل نهائي كانت منه يعودوا المراجعة فيه ويقدر انه يبدلوا بشي حاجة اللي محسن لانها غير مضيعة على الوقت مضيعة على الفلوس ما استفد منها منه حتى شي حاجة حاولوا انكم تبارتاجيو هاد الفيديو ما تقولوش انتو ما ما عندكمش هاد المشكلة ما عندكم تعالقة بهاد الفيديو ولكن راه ديروا واحد النهار راه تقدر تحطو في هاد الموقف اللي انا فيه تأنا كنت كان قول ما عمرني عن تحط في هاد الموقف ما عمرني غاد نعيش هاد المرحلة ولكن كتابو هاني عشتها كانت منه كيمما قد لكم بارتاجيو هاد الفيديو خلوا لي التعاليق ديالكم والآراء ديالكم في هاد الشي واي حاجة اللي غادي تقدر انها تفيدني كانت منه تكتبو هالي في التعاليق الله يجازيكم وشكرا لكم على المتابعة ديالكم وعلى الدعم ديالكم كان شكر الناس الجداد اللي عادل تحقوا بالقناة وكان شكر الناس للقدام اللي عندي في القناة اللي تعرفوا آآ عالم ام يحيا من من بعيد او من قريب شكرا لأي واحد ساهم ان هاد الفيديو يطلع ويوصل الناس المسؤولين على مدونة الاسرة شكرا تلاقوا ان شاء الله في فيديو